موسيقى موسيقى دي ربط طبعا كل التحية ربط النادي الاهلي مشجينادي الاهلي في دولة الكويت اللي تابعوا مبارات الاهلي ومبي وبعتوا لنا فيديوهاتهم وهم يتابعوا ومطمنين زي أغلب جمهور النادي الاهلي على الشكل وعلى الأداء وعلى النتاج اللي بحقها الاهلي في الموسم ده تقدر تقول موسم العلامة الكاملة باستثناء طبعا أنا بشوف مبارات تحاد العاصمة لو كانت الاهلي توق بيها يعني كانت هتبقى السادسة بالنسبة للموسم الأخير لكن مداية من المبارات المصري في الموسم ده في الدوري ثم دور التمهيدي في دوري الأبطال الأفريقية مع سان جورج ثم مبارات ام بي في قبل نهاية كاس مصر وصولا لمبارات بكرة ان شاء الله هل نتكلم عليها النهاردة الاهلي ماشي بشكل كويس جدا ومهتمين جدا بكل روابط النادي الاهلي اللي موجودة في الخليج زي ما سمعت كده وشفت حضرتك من دقايق اهتمامهم بالاهلي وانتظارهم للأهلي في بطولة كاس العالم اللي بالتأكيد هيكونوا متواجدين لتشجيع النادي الاهلي ومسندته كما تعودنا من اللاعب رقم واحد جمهور النادي الاهلي العظيم قبل مفتح لملفات ارحب بداية بكابتن ابو المجد مصطفى ضيفي النهاردة فيه السادسة اللي بيشرفنا طبعا بسأخير يا كابتن ابو المجد واهلا وسهلا بيك سهل وزاحمة ازاي حضرتك وسعيد جدا طبعا وجودي مع حضرتك النهاردة وفي كناة النادي الاهلي طبعا يمكن نوحشيني جدا والله بقلي فترة ما نور الدنيا دايما لا توجدتش معاكم فيعني ببقى مبسوط جدا لما بوجود في مكاني يعني انت جاي في وقت حلم وقت الناس كلها مبسوطة العروض رائعة النتائج أروع مشوار الاهلي وجميع النادي الاهلي متفقلة جدا زي ما سمعت كده يعني الناس النهاردة بتقولك وأنا بتفرج عليهم بشوف الفيديو بتاع رابطة الاهلي احنا تفكرنا كله في دوري أبطال أفريقيا الاثناشر وكاس العالم الدوري والكاس احنا ان شاء الله متطمنين ومتأكدين فيش حاجة سهلة طبعا بس يعني الناس حاسة انه الاهلي السندي في حتة تانية خالص يعني طبعا ده دليل طبعا على الفترة اللي فاتت لنادي الاهلي مقدم في عروض هيلة ويمكن زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم السندي يمكن النادي الاهلي محقق العلامة الكاملة في البطولات وكمان في الأداء يمكن الأداء الفترة اللي فاتت احنا شوفنا نادي الاهلي لفترات طويلة جدا الأداء الفني بيبقى مشغل بشكل كويس والدنيا مستقرة مع اللعيبة فيمكن ده هو اللي مد السقة قوي للجمهور ومد السقة للناس في الفترة اللي جاية ومخل الناس عندها طموحات وعندها تطلعات ان النادي الاهلي يحقق السندي نفس الفكرة العلامة الكاملة ان ده برضو يعني شايف ان ده يبقى ضغط كبير جدا لعيبة الفترة اللي جاية ولازم اللعيبة تبدأ من البداية من دلوقتي يمكن عندهم بطولات كتير السنية دي عندهم حاجات يقدروا يشتغلوا عليها وحققوا إنجازات تضاف للنادي الاهلي وتضاف لللعيبة فأنا شايف إن السنة ده تبقى الأمور صعبة شوية لكن بالتعب ونفس التركيز وبنفس السيستم اللي شغالين به هتلاقي الأمور شغالة بشكل كويس طب أنا عايز أبدأ معاك من التخوف الوحيد اللي ممكن يبقى موجود أو الحاجة النقطة اللي ممكن يعني تبقى قلق الناس شوية ما فيش شك إنه كرة الاهلي مع كولر جات بصورة يعني مش بس الموسم ده أنا بتكلم حتى على الموسم اللي فات شوفنا الاهلي بيلعب كرة الألقاب والبطولات إحنا يعني خليمت فين متعودين للأهلي يعني ما فيش سيزون بيطلع من غير ما بيكون حق الألقاب والبطولات لكن تجربة كولر السنة دي بتقول كمان إن كرة الأهلي اتطورت وراحت في حتة الجماهير كانت منتظرها وده أتأكد عليه كمان السنة دي وخصوصا مع تقلق الصفقات الجديدة وهتكلم على اسم اسم منه لكن يمكن تكون النقطة اللي مقلقة شوية فكرة إنه كل ما بالعاجلة الدور والانسجام يبقى كويس والكيرف بتاع الفريق يعلى هيجي للتوقف نحن النهاردة نتكلم على ماتش الإسماعيلي بعده توقف الأجندة الدولية بعده نبدأ السوبر ليج أو الأفريكان ليج بعده توقف الدولي عشان تصفيات كاس العالم بعده دوري الأبطال قصة التوقفات دي ممكن تكون نقطة مقلقة جدا كابتن أبور ماجد يمكن متهالي الفكرة التوقفات ممكن هتبقى في وقت ملوقات يعني في صالح نادي الأهلي في صالح نادي الأهلي يعني شايفين التوقفات اللي موجودة هتلاقي نادي الأهلي برضو ما بيريحش مش من الفرق اللي بيتريح هتلاقي برضو على فترات ممكن تبقى وقت الراحة أو بقت الفرق ما بين المطشي ده والمطشي اللي بعديه وقت لكن هتلاقيه برضو في نفس الريتني في الفكرة أنك أنت تعافز على نفس الشكل ونفس حالة الانسجام ونفس مستوى الأداء اللي أنت بتقدمه حتى رغم أنه الفريق بيبقى مثلا المفتقد تبتتكلم تقريبا في حوالي 15 لعيب ما بين محترفين أجانب وبين لعبين مصريين بلعبوا في منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي أنا أتكلم عن الفترة اللي يبتعت المنتخب ديت أنا شايف أنها مش هتأثر بالشكل الكبير قوي أنت بتتكلم أن اللعيبة هتبقى برضو شغالة وبتقدم مطشيات وبتلعب مطشيات دولية فأنت هتلاقي الأمور بالنسبة لها مش راحة سلبية أو مش زي بقية الاندية هتلاقي اللعيبة وممكن تاخد راحة ففيه اندية بتستفاد من الفترة ديت إنه يعد حساباته ويبدأ يشتغل على المشاكل اللي عنده لكن أنا أتكلم أن النادي الأهلي في الفترة ديت يعني أنا شايف أنه مش هتأثر بشكل كبير خاصة أن اللعيبة زي ما حضرك بيبتقول معظم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي بتشارك ورجلها في المطشيات وهتلاقي الأمور بالنسبة لها ما فيهاش مشكلة لما هي جي رجع النادي الأهلي هيبدأ الخش في الفرقة عادي مش هتلاقي الجاب ده أو التخوف اللي هو النقطة التانية هو كم المباراة اللي هتلعب قبل بطولة كسر عالم ودي نقطة برضو إلى حد ما لازم تتخذ في الاعتبار أنا عارف أنه كل جبير النادي الأهلي كلها بدون استثناء لا نستثني منهم أحدا عينها على السعودية وعينها على بطولة كسر عالم اللي شايفين أنه الأهلي السنة دي قادر إن شاء الله يروح فيها لبعيد إزاي توصل مع كل الالتزامات والارتباطات دي هتكون لعبت أفروليج وخلصتها هتكون دخلت مشوارك في الشامبيونزيج في دور المجموعات هتكون لعبت في الدوري هتكون لعبتك لعبت مع منتخبات مصر في تصفيات كسر عالم وفي توقفات الدولية كل ده إزاي تحافظ على فرمة اللعيبة وإن شاء الله ربنا يكفيهم شر الإصابات وتكون وصل لبطولة كسر عالم في أعلى مستوى خليني أسمع رأي كابتن أبو المجد بس تسمح لنا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي في الجزيرة نتابع التمرين الأخيرة للنادي الأهلي قبل مطش الإسماعيلي بكرة إن شاء الله ونتطمن على الفريق قبل لحظات من تحركه إن شاء الله لإسكندرية استعدادنا لمواجهة الإسماعيلي بكرة إن شاء الله يا محمد مساء الخير مساء الخير زي ما عايزة أحمد تحياتي ليكو الكابتن المجد مصطفى يعني تطمننا كده أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة إيه مين شارك في التابرينة مين ما ظهرش فيها وممكن يكون خارج الحسابات بكرة إن شاء الله يعني حالاً لوقتها أنا بكلمك يا أحمد التدريب انتهى بالفعل لعبين بس يمكن بقدوا صلاة المغرب ومن بعدها كل استعداد إن شاء الله للصفة لمدينة الإسكندرية للمبيد بمدينة برج العرب استعدادنا إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي غدا في الأسبوع الثالث من الدور المصر الممتاز يمكن التدريب بدأ فيه تمام الخامسة مساء التدريب طبعاً في بدايته كان فيه محاضرة للجهاز الفني في أرض الملعب مثل مرسل كولر كان بيتكلم مع اللاعبين عن أهمية هذه المباراة وأهمية إن نحن نعمل نتيجة جيدة في الدوري قبل طبعاً زي ما أنت قلت توقف الدوري ومن بعدها بطولة الدوري الأفريق اللي هيستمر المشركة الأزمفري فيها بإذن الله لمدة ثلاث أسابيع وهيغيب فيها عن بطولة الدوري بعد كده كان فيه تدريبات بدنية قوية جداً شارك فيها كل اللاعبين ومن بعدها بعد التدريبات بالكرة والتدريبات الخططية ويمكن تم اختتام التدريب بتأسيمة بسيطة كده في نص ملعب ما بين اللاعبين وطبعاً تم تدريب بعض اللاعبين على بعض الجمل أو حاجات الفنية الخاصة والتدريبات التخصصية ومن بعدها زي ما قلت توقف انتهى التدريب تماماً وإحنا دلوقتي حالاً في انتظار تحرك الفريق بإذن الله لمعارضة الأسكندرية ومحمل بدعوات كل جميع النادي أهل إن شاء الله بأداء مباراة كبيرة وإن شاء الله العودة بسلاث نقاط من مدينة الأسكندرية كان يحمد ممكن معظم اللاعبين الحمد لله موجودين في تدريب الغيابات بس فقط طبعاً اللاعبين اللي بقالهم فترة بيغيبوا للإصابة عمرو السلية، محمود متولي، صلاح موحسن وكريم ندفيد وخلاص يعني طمنا من دكتور أحمد جبالله إنهما في آخر مراحل برنامجهم للإستشفاء والعلاجة خالد عفتاح موجود في التدريبات وتحت أمر الجهز الفني للمشاركة في المبارات يا أحمد يمكن كان طبعاً فيه حذر شوية بدفع به في المبارات ولكن عمل أشعة وأثبت سلامته بشكل تام ومجاهزيته للمشاركة في المبارات رضا سليم موجود، أدى التدريب بشكل كامل كان موجود كمان من قبل مدشة أمبي ولكن طبعاً مستمرس الكولر فضل إراح طوي إن شاء الله يعني تحت أمر الجهز الفني إذا حاب يشاركه بكرة مدست طبعاً موجود فيه التدريبات وموجود بشكل أكثر من رائع بقيت اللاعبين كلهم حاليتهم من الفنية والبدين أكثر مراء ممكن بس رامي ربيعة طبعاً لإجراء عملية إجراءحية بسيطة لإزالة خراج من القدم هو بس اللي مش موجود ولكن بسيسنية كده كل عمين موجودين وإن شاء الله بكرة يكون عند حصن ظن جميعنا دي العالي يقدم وراءة كبيرة وإن شاء الله حصل صلاحة نقاط جديدة في مشوار متوطة الدورة عامية إن شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً زميلنا محمد توفيدي كانت أخبار تمرينت النهاردة اللي انتهت زي ما قلت حقك من دقيقة والفريق كمان يعني دقيقة بسيطة هيتعجى إن شاء الله لإسكندرية للمبيت هناك عشان يقبل الإسماعيلي بكرة كنت بكلم معاك فكرة يعني طبعاً مستر كولر الحقيقة يمكن شوفنا ده حتى في الأربع مطشاط يمكن بدأنا الموسم بأربع مطشاط لكن شايفين قصة الروتيشن يمكن إحنا معنا تشكيلة الأهلي في المطشاط الأربعة مفيش 11 شبه 11 دايماً فيه روتيشن لكن برضو مهم جداً تحافظ على فرقتك في ظل الضغط الكبير جداً من البطولات تبدأ دوري أبطال تلعب في خمس بطولات في ثلاث شهور تلعب بطولتين مكتملتين كاس عالم أندية أفريكان ليج هتلعب جزء في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هتلعب في الدوري هتلعب في الكاس يمكن ده اللي أنا كنت بتكلم أحضارك عليه من شوية أن فكرة المطشاط والتوقفات والحاجات اللي هتحصل ده هيبقى النادي الأهلي بيد عنها شوية أنه هيبقى عنده كذا حاجة بيشتغل فيها فكرة الروتيشن مستر كولر يمكن عملها من بدري قوي ويمكن من أول مجند الأهلي وأنا شايف من الحاجات الإيجابية يمكن اتكلمت مع حضرك السنة اللي فاتت فيها أنه عملها بشكل جيد فكرة الروتيشن وفكرة تجهيز الجميع اللي اللي عابين يمكن كنا بنعالي فيها من فترة مع بيتس المسمياني عشان اللعيبة اللي كانت بتبقى بعيدة لفترات عن المباريات وبيبدأ يحتاجها ما كانتش بتقدب نفس الشكل اللي انت بتبقى عايزه لكن دي من الحاجات اللي تحسبله خاصة الحالة اللي فيها النادي الأهلي وطريقة اللعب وسيستم اللعب أنا شايف أن كل دوت عامل الفارق الفترة اللي فاتت مع نادي الأهلي ويمكن منخل الأداء ثابت بشكل كبير جدا شايف أن انت برضو في ظل الروتيشن اللي انت بتعمله انت عندك ثوابة جوه الملعب أو عندك يعني هيكل تيم أو ناس بتقدر تبنى عليها بشكل كويس يمكن الحاجات ديت هي اللي مسهله الأمور شوية في حتة لما بيبقى فيه روتيشن أو فيه لعيبة داخلة ما بتحسش بالفارق أو ما بتحسش إن فيه مشكلة بالعكس وشايف فيه فيه يعني انت كان عندك في مواطش سان جورج العودة ست لعيبة بيلعبوا أو بيشاركوا لأول مرة في النهاية أنا بكلم عن المردود الجماعي كورت الأهلي ما تأثرتش كورت الأهلي هي هي كورت الأهلي قوة استحواز سيطرة سبت في المستوى على مدار التسعين دي حتى على مستوى التسجيل مفنش بأربع هداف وده اللي أنا بقول لك علي ان هي فكرة أنت عندك سيستم لعب بيثابت أي حد بينزل أي حد بيبقى متواجد بيشارك إن ده اللعيب الحكاية دي لا خالص والذي أحسن بالنسبة للعيبة الحاس أنه يعني في النهاية برضو انت بتتكلم على 30 نجم ما فيش لعقب في النادي الأهلي مش نجمه وعندوش أحساس بنفسه عارف طبعا أنه كله في إطار يعني الجماعية تفضيل مصلحة النادي الأهلي أنا مدرك بس إحنا في النهاية يا بشر فكرة أنك انت تبقى بتلعب مرة وبتقعد مرة فكرة أنك انت تحس أنك عملت جيم كبير جدا فلقيت نفسك شوت المطش اللي بعده على طول قاعد دكة أو حتى برد 18 اللعيبة ممكن تتدقى منها ولا دي بالعكس فيها أكتر حتة أنه في عدالة وفي فرص متساوية وأن الكل بيلعب فالناس كلها تبقى مبسوطة ومرتاحة بصوا شايف من أكبر الحاجات اللي مستر كولر نجح فيها الفترة اللي فاتت الفكرة اللي حديك بتكلم فيها النجم يعني أنت نجم في الملعب نجم بأدائك يمكن فكرة أن انت تبقى في كل مركز في حد يبدأ بورا اللعيب الأساسي أنا شايف أن دي منجحها الفرقة الفترة اللي فاتت ومخليها كل اللعيبة بتنزل بتقدي بشكل كويس مهم جدا لازم يبقى عندك سكواد كويس مهم يبقى عندك لعيبة بتشتغل كل واحد عايز يحجز مكانه وأنا شايف الفترة اللي فاتت بالعكس أنا شايف أن دي الموضوع في إيد اللعيب أنت اللي بتحدد أنت تبقى متواجد أو لا أنا كمدرب ببقى محتاجي أن أنا أفضل حد أو أفضل مجموعة موجودة شغالة ده مثلا أنا ببدأ بيها لكن في الآخر القرار ببقى قرار اللعيب فأنا شايف أن الفترة اللي فاتت بس تدوير كولر مش بس ما بنعمده يعني فيه ماتشاط يعني خلينا نقول وإن كنا متفقين على الخامة على القماشة لكن ممكن مثلا كريمة دبيس أحمد دبيل كوكا أحمد ضوي كريستو ما يكونوش وصلوا لأعلى مستوياتهم فبالتالي منافستهم لأسماق تانية في الفريق أو في نفس المركز ممكن تظلمهم شوية ومع ذلك رجل ده ماتشاط وأصر كوكا خد أكتر من مباراة بمناسبة وبدأ أساسي أكتر من مباراة فواضح كمان أنه مش معيار الإيجادة بس طب خليني بارك لجمهور نادي الأهلي الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في كورت الياد كسب فريق جي أس كينساشا بنتيجة كام؟ سبعة وثلاثين تلاتة وعشرين مبروك النادي الأهلي اللقب بالسادس في بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي حققها على حساب جي أس كينساشا الكنغولي الحقيقة يمكن يعني اليد مفرحانة فرقة اليد مفرحانة الحقيقة بشكل كبير جدا طبعا دي لحظات بعد نهاية المباراة لصالح النادي الأهلي مبروك لجمهور نادي الأهلي بطولة غالية وطبعا دي لحظات بعد انتهاء المباراة ستة وثلاثين لو أنا شايف ستا تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين بالزبط كده جي أس كي الكنغولي بمناسبة الفريق اللي وجه النادي الأهلي هو صاحب الأرض والملعب والجمهور طبعا بالتبعية لكن الأهلي تفوق بفريق كبير جدا مبروك أبطال النادي الأهلي مبروك النادي الأهلي طيب يعني نروح لقصة يعني بتقولك مثلا كريستو خد فرصة وبمناسبة عايزة اسمع تقييمك مين أجات في استغلال الفرصة دي مين ما أجاتش كريمي دببيس خد فرصة أحمد نبيل كوكا بتكلمة عن وجوه يعني كان فيه مساحة مشاركة أكبر السنة يمكن أنا شايف أن أكتر حاجة الفترة اللي فاتت يعني أنا شايفها إيجابية توقيت المجموعة اللي شاركت في المبروكات اللي فاتت يعني التوقيت مهم جدا أن أنت لما تيجي تختار توقيت للعيب ممكن بيعيد شوية أو أنت محتاج تديله أو لعيب بيبقى لسه داخل النادي الأهلي مهم جدا أن أنت تختار التوقيتات أنا بس أكد أنه النتيجة بتاعت المبروكة انتهت 37-23 مش 36 هم عدنوا النتيجة بعد ما كانت مكتوبة غلط طبعا فهي 37-23 لصالح النادي الأهلي أنا كنت أتكلم فيه لا لا خالص اللي بتكلم فيه أن أنت حضرتك لازم تبقى مهم جدا اختارات التوقيتات بتاعت اللعيبة دي وأنا شايف أن التوقيت اللي الناس شاركت فيه خدم اللعيبة دي الانطباع الأولاني اللي أنت بتاخده عن اللعيبة الجديدة لما بتجي تخش تشارك في أول مباراة بيبقى مهم جدا وبدليل أن أنت كل الناس اللي شاركت أنا شايف أنها نجحت بنسبة كبيرة جدا وقدت بشكل كويس وده عشان السبات الفن اللي احنا بنتكلم فيه من بداية الحلقة يمكن اللعيبة لما بدأت تخش مع المجموعة فبدأت الأمور بتنسبة لها سهلة ما فهاش أي مشكلة بالذات في بداية الموس بالضبط فما عندهمش مشكلة فعشان كده ما حسيتش أنه أنه فيه مشكلة أو أن أنت مثلا شاركت ب2-3 لعيبة خارج التشكيل الأساسي فده ممكن يعملك دروب لا ده ما حصلش وأنا شايف أن التوقيت كان مناسب جدا لدخولهم فكرة المنافسة وفكرة أن اللعيبة كلها تبقى متواجدة وجاهزة أنا شايف أن دي حاجة ودير سالة برد للعيبة كلها أنه أنا محتاجك طبعا أنا بجهزك وبديلك مساعة مشاركة عشان أنت ليك دور معايا الموس بالتالي لازم تبقى فيه لعيبة على فكرة يعني متهيأل يعني فيه طريق التفكير أو عقلية ممكن لو لها نفسه كتير ما بيشاركش أو كتير المدرب مش بيديله فرصة هو شخصيا بيهبط مستوىها بينزل أو ما بيقاش عنده دوافع أو بيحس أنه يعني مالوش دور كبير بص يعني زي ما قلتك اللعيبة لحظات الاحتفالة طبعا بطولة غابت من 2016 يا كابتن أول مجد فالفرحة كبيرة شوية الأهلي ما تعودش أنه يبعت كتير كده لكن في النهاية رجعت لبيتها يعني الجماهير نادي الأهلي وموروك لا بطال نادي الأهلي فرحة كبيرة طبعا بتفرق كمال بطولة قوي لما بتتحقق بره ملعبك طبعا يعني البطولات اللي احنا خدناها كل البطولات لا بس بيلاها طعم بصراحة طعمة تاني صراحة تبقى الأمور مختلفة صح بتفرق بتفرق فرحة أكبر شوية بس كنا بتكلم على الفكرة أن اللعيبة يهمت شوية أو ما يبقاش عنده الدوافع دي متهالم مش موجودة في النادي الأهلي اللعيبة كلها عارفة أن في الوقت اللي انت بتشارك فيه بشكل كبير أو بشكل مستمر هتبقى المشكلة عندك مش عند المدير الفني أو الجهاز لازم تقاطل عشان تبقى متواجد ولازم تبقى ليك دور فعال عشان تقدر تحافظ على مكانة جوة الفرقة فده أنا شايف في الأساس اللعيب طبعا أنا شايف أن برضو الفترة اللي فاتت من رؤيتي للمجموعة أنا شايف أن فيه أرياحية حتى في أي قرار مثل القرار بياخده للعيبة اللعيب يبقى راضي حتى لو ملعب أو مبقاش متواجد أنا شايف أن هو أكيد إدارتك جوة الفرقة دي مهمة جدا 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 عشان ما فيش حد زي ما حالك بتقول يهمد أو يبعد فدي راجل شطر في حتة من غير صدام يعني في مدربين ممكن يبقوا شوية عنيف شوية في التعامل فبالتالي ممكن لعيبة يبقى ما تقبلش ده فيحصل الصدام بينهم بعض لكن هو الحقيقة واحدة من الحاجات ودي حاجة الناس ما تحسهاش يمكن في فريق أو في قوة لبس زي النادي الاهلي ما تكون عندك الكامل كبير جدا من لجوم بس انت مطالة لعب 11 انت لو عليك ستعاوم كلهم بس انت مطالب منك كلهم 11 في 19 يبرا قايمة يقعدين على البنش جنب المدرب ففكرة انك تعمل الكنترول ده وتحافظ على السكوات بتاعك دي حاجة أدوار تانية وأدوار أهم بكتير جدا جوه الفرقة فكرة انت تبقى محافظ على كل الناس دي زي ما حدك قلت مش اي حد ممكن يقدر يعمال ونقطة تانية كابتن المجد دي هاجي فيها المطش بكرة بس مش يعني بعد ما اروح عايز اروح معك قبل عشان نفرت اسماعيل براحتنا ان الموديل الفني بيحط يعني هو بيذاكر المطش ده وبيحضر المطش ده حط تعينه كمان على حاجات جاية بعدين لا الجمهور شايفها ولا ممكن اللعيبة كمان تكون مدخلها في حساباتها زي مطش بكر مطش بكر حسابات مهمة جدا هتكلم فيه مع كابتن ابو المجد بس عايز اروح معك واروح مع الناس لأرعة دوري الأبطال الأول ايه رأيك ناخد رأيك فيها كده ونشوف شكل المنافس في المجموعات الأربعة في بطول الدوري الأبطال وموعيد انطلاق مشوار الأهلي في بطول الدوري أبطال أفريقيا احنا اتفقنا انه مباراة سيمبا هي اللي جاية بالنسبة لنا بعد مطش الإسماعيلي سيمبا في الدور الأفريقي صحب سيمبا في دور الأفريقي طبعا اللي احنا بنشوفه ده دوري أبطال أفريقي احنا معنا سيمبا في الدور الأفريقي اللي هو كان اسمه قبل كده سوبر ليج لشوية لسه برضو متلقبطة شوية سوبر ليج بيبتدي من دور التمانية ثم دور الأربعة ثم دور المباراة النهاية الجروب A لدينا فيها كابتن أبو المجد مامالدي سانداونز سانداونز وبرامد مزيمبي مزبوط ونيو ازيو تمام نوازيبو الموريتاني نروح لجروب بي هنرجع لمجموعة مجموعة بس خلينا استرد لأربع مجموعات جروب بي عندنا من الوداد المغربي سيمبا التنزاني أسيك أسيك الإفوري طبعا جوانجو جالاكسي ده بردو من بوتسوان بوتسوان مجموعة 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 التراج التونسي بيترو أتلتكو الهلال السوداني النجم الساحلي تمام المجموعة دي مجموعة النادي الأهلي طبعا الأهلي على رأس المجموعة معاه فيها طبعا النادي الأهلي الشباب بولزداد الجزائري يانج أفركزا التنزاني ميديام ميديام الغاني وبالمناسبة ميديام ده نادي يعني مش من الأنداء هو مش من الأنداء الكبيرة في غانيا لكن النادي ملوش تاريخ تأسس أعتقد سنة 2010 مشاركته للسبع قبل كده في الكنفدرالية أفضل مركز حقق فيها المركز الرابع هو من غانا فعلا وغانا دولة كبيرة في كورة القدم لكنه ما اعتبرش من الأنداء الكبيرة مثلا عشان تيكوتوك في عزو أو في مجدو لكنه توزيعة المجموعات ازاي وشايف المجموعة الصعبة خليني أبدأ بالمجموعة ايه خلينا نختم بالقهري عشان نتكلم فيها كتير شوية ماماليدي سانداونز مازينبي كونغولي والاثنين ليهم صوالات وجوالات في دوري أبطال إفريقيا الوافد الجديد أول مشاركة وأول ظهور في دوري الأبطال ومعاهم نوازيبو الموريتاني يعني أنا شايف طبعا سرادا للمجموعة الأولى أنا شايف المجموعة قوية طبعا بتتكلم زي ما حدك قلت يمكن أول مشاركة للبيراميد في دوري الأبطال طبعا من الفرق المصنفة طبعا على على طبعا لكن برضو في نفس الوقت لكن بالزبط لكن في نفس الوقت طبعا تبتكلم يمكن بيراميد مع سكواد علي مع مجموعة لعيبة كويسة يقدر أن هو يعني يعني يقدر أن هو يبقى في المنافسة لكن يعني ما فيش شك أن المجموعة صعبة جدا ويمكن البدايات في المجموعة دا هتفرق كتير جدا يعني لو أنت بدأت بشكل كويس أو بدأت بمكسب وقدرت تجمع في البداية هتلاقي الأمور بالنسبة لك سهلة صحيح المجموعة بي أو المجموعة التانية يعني أنا شايف أن مجموعة متوازنة يمكن أكتر الناس أو أكتر الفرق اللي هي تقدر تكمل للدور اللي بعد كده يمكن الوداد وسيمبا الوداد وسيمبا من الفرق اللي هي بتنفس بشكل قوي من خلال البطولات الفترة اللي فاتت هتلاقي هم بيعدوا الأدوار وبيوصلوا الأدوار النهائية فتلاقي الأمور بالنسبة لهم يعني السبعات أسك ميموزا أويفواري طبعا أسك ميموزا اللي هو كان أسك أبيتجان أبيتجان كان واحد طبعا من الفرقة تهيلة جدا في أفريقيا بس كان عرفش النسخة تظهر في دور الأبطال ممكن تكون إيه لكن اللي شفته في الدور التمهيدي إنه السنة بجد الكرة بتتغير في أفريقيا متفي معاك طبعا في فكرة إن الأمور في أفريقيا اختلفت بشكل كبير جدا دخلت الفلوس ودخلت استثمارات حتى فعندها سوارة النادي اللي كان يلعب قدام الزمالك في الدور التمهيدي فرقة بطل جيبوتي الزهر قبل كده قدام مقاولين عشان نسعد تقول شلم المقاولين تسعة بطولات الأفريقية بتبقى محتاجة الخبرات الأكتر يعني بتبقى في فرق بتقدر تتعامل بشكل كويس قوي في بطولة أفريقيا بتبقى عارفة الأجواء بتبقى الأمور ممكن بتتضار بشكل أقولك أنت اختارت الوداد وسيمبا سيمبا من 3-4 سنين ما كانت حد يفكر أنه هيوصل لأنه يبقى واحد من الفرق المنورة بس هو بس هو بقى له 4 سنين ماشي بشكل كويس بالضبط النهاردة بنقول سيمبا تنزانيا تنزانيا عندها فريق لي كل الاحترام والتقدير وانت بتوعبه وده الفريق اللي احنا من الفرق الأمور هناك في سيمبا صعبة جدا المتشاط التي تبقى موجودة على ملعبه طبعا المجموعة الثالثة فيها التراج التونسي وبيتر واتلتكو والهيلاز السوداني والنجم الساحلي يمكن انا شايف ان المجموعة دي برضو مجموعة قوية المجموعة دي فيها توازن جدا بالضبط يعني بسرط النظر عن تصنيف الفرق من تصنيف أول من تصنيف رابع لكن فيه توازن قوي بين تحس الأربع فرق هيبقى مواجهات نارية والمجموعة دي هتبقى الفوارق فيها في نهاية المشوار ممكن نقاط نقطة بسيطة أو نقطة أو فوارق أهداف أو مواجهات مباشرة بسرط أنا معك في الرأي دوت بس أنا بتكلم برضو ان الهلال السوداني يمكن من الفرق اللي ممكن تعاني السنادي في دور الأبطال المجموعة دي فعلا مجموعة متوازنة فيها التراجي والنجم السحيلي طبعا بالنسبة لهم المقابلة هتبقى قوية وفترو أعطيتكم الفرقة اللي بتلعب كورا حال وفترة بعيد قوي عن المنافسة والتواجد في دور الأبطال يمكن بس أهلك منافسة حاجة ودون المجموعة حاجة تانية يعني نسبة النقاط وفرص التعويض ودخول أطراف تانية يعني التراجي هو بلعب النجم يلي اتنين هيوقعوا يا واحد منهم هيوقع تاني فده ممكن يخدم مصلحة فريق زي بيترو أتلتكم في مناسبات ممكن لو هو خدم نفسه يعني لو هي الفكرة كلها احنا اغلب الألقاب اللي فوزنا بيها في السنة أو الجيل ده يعني كان الاهلي من النوكاوت دي خاصة تانية فكرة انك بقى ضهرك للحيطة ويتكسب يتطلع بره البطولة الأهلي هنا بيتمع تقدر تتعامل بشكل كيف لكن بيترو لكم هو بقاله فترة كبيرة مش يقدب نفس الشكل اللي احنا كنا يعني انت اخترت من هنا النجم والترجي دول الأقرب من وجه نظرك يعني متالي دوت مجموعتنا الناس مبسوطة من القرع ودي حاجة ما بتتفقلش بيها بصراحة يعني ببقى مبسوطين او مستسهلين هي بصوا نسبيا رقميا حسبيا على الورق ممكن تبين اسهل مجموعة لكن هل ده معناه ان مشوار التقاهل سهل انا بقول حقيقكم لا المشوار صعب بص خلينا نتفق طبعا القرى مفهاش سهل وصعب يعني الفكرة كلها انت مركز وانت مهتم بتبقى الامور كلها بالنسبة لك سهلة لكن انت هتعتمد ان انت بطل وانت المجموعة سهلة وانا هتلاقي الامور بس انا لك حاجة كان زناري وارد جدا يعني الناس كانت دايما تحب تلعب لعبة الحسابات قبل كان ممكن جدا مجموعة الاهلي مثلا الاهلي وبرامد ومزينبي والنجم السحلي فقارب بين المجموعة زي دي مطشاتها تبقى عاملة ازاي وبين مجموعة الاهلي اللي هنخد بيها منافسات دوري عبطال السانية هتلاقي انه لأ يعني لحد كبير مفيش فريق طبعا كل مطش منهم مهم وكل منافس ليه واخد بالك الاهلي في اي بطولة اي فرقة بتوجه بتلعب كأنها بتلعب نهاية البطولة فبالتالي كل مطش عند الاهلي صعب لكن نسبيا تعتبر في المتناول انا وجهة نظري اي مطش انت بتاخده بكامل تركيز بتحضر بشكل جهيز تبقى عايش المطش انا شايف بيبقى مطش سهل جدا مهما الفرقة اللي قدامك اسمها ايه لكن انا شايف اه ممكن تبقى فيه زمان حالك بتقول لو انت بقى معك سانداون زمعك برامد زمعك مش عارف لكن في الاخر لو انت برضو مش مركز برضو مش هتكسب لو انت مش مهتم مش هتكسب ايو ايو انت بانت خسرت مطش برا بسرتم الهلال وخسرت من سيم بقى يعني خسارة وردة بزبرا كنت لسه هكلم على المجموعة السنة اللي فاتت انت بالنسبة لك لا البدياء بتاعتك كانت هي اللي عملت برضو كان لها سبب يعني المجهود والريحالات الشقة اللي خضها الاهلي في بطولة كس العالم انا بتهيالي ناس انزفت كتير جدا من الناحية البدنية وناحية المعنوية وخصوصا جزئية التركيز ده جاي من بطولة صعبة وقوية جدا اللي عبت فيها أربع مطشط في منطقة القوة مع أربع أبطال قرات يعني مستوى منافسة فار بياند أفريقيا مع كامل احترام الكرة في أفريقيا يعني بس خلي بالك برضو احنا بخط كانت في الفترة ديت لو انت فاكر احنا كان كل التعليق على الفرقة ان انت جاي لعبت مستوىات عالية جدا فحتى الاداء في المباراة بتاعت الهلال ما كانتش بالشكل اللي ناس متخلاق يعني ما كانش عندنا مشكلة ان انت ممكن تيجي فوقت من الوقات يبنى عليك التعب او يبنى عليك الارهاق لكن المشكلة كلها ان انت في المباراة ديت ما قدمتش حتى الشكل اللي تقول لأ انا نادي الاهل او لسه جاي لعب كان في الفترة ديت هي زعل الناس كله كانت في النقطة ديت ما كانتش في النقطة ان انت انت خسرت ان انت كان ادائك برضو ما كانش بالجدية وبالضغط طب نتفع على حاجة موسم الاهلي مش موسم الكرة في مصر موسم الاهلي الاهلي الموسم بتاعه غير كل عندية مصر عدد مطشاته اللي بيلعبها ضغط مبارياته اللي بيلعبها كم المطولات مستوى المنافسة بالتأكيد غير ما تقدرش ما تقدرش كجمهور تطلب من الفرقة ومن مستر كولر انه يقدموا السبعين ولا الاربعة وسبعين مطش بنفس المستوى وبنفس القوة لازم هيحصل دروبات ولازم يبقى انت عارف كابتال الوماكد ان فيه حاجة اسمها داي اوف في عوقات كتير جدا بتبقى بتعمل اللي عليك بس هي الدنيا لا 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 بالزبط يعني كل اللي انت بتقوله ده مظبوط جدا مش لا يمكن ان انت تقدر تتحكم في رتم الفرقة طول الموسم او طول المطشات لازم يجي في وقت من الوقت يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبة ما بقاش في حالتهم ما بقاش في كمة تركيزهم فهتلاقي الامور ممكن تقع منك في مطش في مطشين لكن انا كنت بس بتكلم في النقطة بتاعت مطش الهلال ان هي الناس كانت يعني شايف النادي الاهلي مقدم اراء رائع في كاس العالم ولعب ترى المدريد وكانت الامور بالنسبة للناس لأ النادي الاهلي هيجي يعني يخلص مدري يكسب بسهولة فانا بتكلم على اللقطة بس اللي هي ايه بتاعت الجمهور والفترة دية ايه هو ازاي كولر والجهاز المساعد ومحلق الاداء ومدربين الاحمال حيعدوا الفترة دي وصورا لكاس العالم ده سؤال صعب جدا ومهم جدا هنكلم فيه لكن خليني بس اختم دوري الابطال شايف مين منافس الاهلي او مين الفريق اللي هيتعب الاهلي في المجموعة دي اا يعني شايف ممكن تبقى الامور اا يعني شباب بولزداد ممكن ييجي مع الاهلي شباب بولزداد اا يعني شايف ده المنافس منافس الاهلي في المجموعة اا من الاربق ستاشر فريق مين جالز للمنافس على اللقب اا يعني بصي ده ممكن تحدد لما تبدأ الامور اا تشوف الفرق وتشوف زي ما حدك قلت ان معظم الفرق الافراقية بيبقى فيها تغغيرات كبيرة جدا فانت ممكن تلاقي حد جاي من بعيد جدا بتلاقيه في جهو المنافس فدي ممكن تبان في بعد دور المدق لكن طبعا انا شايف ان شاء الله النادي الاهلي طبعا يعني هي البطولة المفضلة لي فإذن الله يا رب ان شاء الله زي ما تقول جماعي النادي الاهلي بتتمنى ان شاء الله يعني مستوى الثقة والطمأنينة من الجمهور احنا مش عايزين ده عند اللعيبة مش عايزين ده ثقة ولا طمأنينة عايزين كل مطش نقضو على انه مطش بطولة ان شاء الله بإذن الله لغاية لما نوصل لنهاية موسم ناجح خليني اروح معك لمطش بكرة كابتن أبو المجد واحد بكرة وده اللي كنت بتكلم عليه شوية انه مطش بكرة مرتبط بسينبة بكرة اخر مباراة واخر تجمع للفريق قبل مباراة سينبة اللي هتتلعب يوم عشرين فين في تنزانيا طلبت من الزملاء تنزانيا بالمناسبة في نفس الفترة بتاعة التعقف الدولي او لجندة دولية للمنتخب مصر ولعبة الاهلي الدوليين هينضموا لمنتخباتهم هيلعبوا او فيه ستة لعيبة من سينبة هينضموا لمنتخب تنزانيا عنده مطشين اعتقد منهم واحد يوم 17 بس هو مشكلة انه هم يلعبوا المطش عندهم احنا لعبتنا هتيجي من الامارات بعد مطش الجزائر على هنا وبعد كده تطلع على تنزانيا عشان تبدأ مشوار السوبرليج هل شايف انه بكرة واحد بعيدا عن دربي اهلي والاسماعيلي وبعيدا عن انه مباراة مهمة في الدوري هل شايف انه الفرصة الاخيرة لتجربة او تحضير سيناريوم مباراة سينبة ولا في فصل تام بين المطشين بص يعني من رؤيتي المستر الكورل يمكن انا بشوفه انه هو ما بيربطش حاجة بحاجة يعني بشوف انه هو النهاردة عنده مطش الاسماعيلي فهو بيفكر في مطش الاسماعيلي بس اكيد اكيد طبعا في حساباته هو الشخصية تحضيره للمباراة اللي بعد كده لكن انا بتكلم في الوقت الحالي اكيد هو بيفكر في مباراة بكرة بس مباراة الاسماعيلي مهم جدا انه هو يعني يشتغل بنفس الرتم اللي كان بدء بيف الدوري مهم انه هو يحقق طبعا تلتة بونت في المقام الاول وبعد كده يبدأ يحضر لمباراة بشكل يعني 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 ما ترهنش مثلا على اختياره خاصة ان انت عندك وقت يعني خاصة ان انت خد بالك انت العيب هتروح منتخب مصر يوم لاثنين يعني هتلعب بكرة لحد يوم لاثنين لعيبتك الدولية هتسافر اللي هيروح تونس واللي هيروح جنوب افريقيا واللي هيروح مالي واللي هيروح الامارات مع منتخب مصر وحتى لعيبة الصغيرة هتروح يعني احمد نبيل كوكا حمزة علاء منتخب كله دور رحين منتخب فبالتالي في جزء كبير من الفريق هتشوفه ان شاء الله يوم 18 يعني هيرجعلك يوم 18 عشان تاخده تسافر تنزانيا تلعب يوم 20 فبرضو ممكن جدا ان يكون يعني تالي اللي ما افكرش ألعب أبدأ بالتشكيل والطريقة اللي أنا بفكر ألعب بيوم مع سيمبة مثلا يعني بصوا يعني بنسبة كبيرة جدا يعني مستر الكورون ما بيقدرش أو ما بيعملش تغيير كبير جدا في طريقته ما بيعملش روتشن بيبقى ملحوظ قوي في طريقته فيمكن الفترة اللي فات زي ما قلنا السبات الفني وطريقة اللعب وقصوب اللعب جوا الملعب هتلاقي الأمور شغلة بشكل كويس واللعب محافظة على النظام داخل الملعب وبتنفذ فهو بالنسباله يعني مش هيعمل طريقة مختلفة في ماتش سيمب لكن ممكن يبقى تشكيل مختلف هو أكيد تشكيل مختلف بس هل التشكيل البكرة رهان انه تشكيل اسماعيلي بكرة هيبقى مختلف عن تشكيل التشكيل متهالي مش هتلاقي مش هتلاقي مختلف بشكل كبير يعني يعني زي ما قلت يعني هو عنده سوابت بيشتغل عليها عنده ناس موجودة بيقدر يبنى عليها التغيير أو الروتيشن هتلاقي في حدود دهيئة جدا فمش هتلاقي الأمور يعني يعني يلعب بماتش بكرة بتشكيل ويلعب ماتش سيمبا بتشكيل تاني بالمناسبة انتباعتك يعني انتوني مودست يعني مش هقول تقييم طبعا لأنه صعب عوي التقييم لسه بدري بس أكيد في انتباعات الراجل اللعب خد ماتش المصري وخد ماتش أمبي شايف يعني انتباعتك ايه عنه في بداية مشهور مع الأهلي بصنا بالنسبة لي اللي أنا شايفه انه هو يعني مش جاهز خالص يعني خلي بألك فكرة ان انت تبقى لعيب مش جاهز بدنيا صعب جدا ان انت تقيم او ان انت لو حدت حبيت تقيمه هتصدمه بشكل كبير ده محتاج انه هو يبقى جاهز بشكل بدني اه بشكل كويس قوي عشان تقدر تقول هو هيفيد هو الانطباع بتاع اللي انت هتقدر عنه ويمكن اكتر حد هيستفيد من فترة التوقف دي هو عن انت المدد شخصيا فعشان كده بقولك صعب جدا ان انت تقدر تاخد انطباع عليه دلوقتي هو انا شايف الحاجة الإيجابية اللي تاخد عليه او الحاجة المهمة اللي هو دخل في توقيت ان الفرقة كويسة فبرضه فكرة بس ماش غريبة شوية يعني برضو ملاحظة معظم الكور اللي جات لمودس سقف المطشين المطش المصري او مطش او مطش امبي في الكاس كانت كور ملعوبة على الارض في الوقت اللي كان الكل بيقول انه لما كان الاهل بيدور على صفقة رقم تسعة يعني مهاجم صندوق كان دايما فكرة انه احنا عايزين حد جيد على العبد مابو عايزين حد وكان التوقع حتى وانحنا بنتكلم بعد المركات انه لما الاهل خلص في رضا سليم ورضا كان مركز جناح يمين في جيش الملكي وارقام كلها مع جيش الملكي في المركز وليع في مركز كتير ما حصلش بشكل يعني شوفنا طريقة اللعبة الاهلي في الماتشين مختلفتش دايما في محاولة الاختراق من العمق في محاولة الخلخلة كرة بتحرك بالعرض كتير لغات لما تلاقي صغرة حد يخش منها ويخلص من جوا السندوق حتى الكرة اللي جات لمودست واللي خلص فيها الهدف اللي جابه في ماتش امبي جات كرة من على الأرض فبرضو دي علامة استفهام لا يعني الفاكرة كلها انت برضو انت عندك مميزات كديرة جدا في الجزء اللي قدام بتاع الدلالي انت عندك معظم اللعيبة اللي موجودة لعيب الكور حتى هتلاقي من الحاجات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت اللي مركزية بكل الجزء اللي قدام يعني انت كنت بتشوف المطش اللي فات بتاع امبي محمد هاني بيخش بيلعب بيبقى بيلعب تمانية وتلاقي بتلاقي افشة افشة راح مكانه وبتلاقي مش عارف مين فانت كنت بتشوف الفترة اللي فاتت مفيش مركزية للعيبة الانت الاهل فانت اللي بيلعب بص وبتحرك بيلعب بص تحرك ده بيبقى محتاج يعني الحلول بتاعته بيفضلها بتبقى حاجات كلها من الغمج ما بتبقاش بتطلع الكرة بره وتبدأ تشتغل او تعلق يعني ده طبعا بيبقى حل من الحلول لكن الفترة اللي فاتت او المطشاط اللي فاتت كانت النادي الاهلي بيشتغل على فكرة الاستحوز وعدم الاستعجال ان هو انا بفضل الان لغاية لما لقي صغرة وابدأ اشتغل عليها فدي كانت انا شايفها من الاجبيات الفترة اللي فاتت لنادي الاهلي وشايف ان الامور مع الفرقة مشت بشكل كويس ويمكن كل اللعيبة بتاخد ثقة في وقت وليل جدا من في بداية المطش من خلال الحاجات اللي بتحصل ده ان ان بتبدأ تشتغل وتدور الكورة ومش مستعجل لغاية لما بتجي لك صغرة بتبدأ تشتغل عليها فانا شايف ان الحلول الفترة اللي فاتت كانت شغلة في الاطار ده وبرضو بالنسبة للمدس هو عنده مشكلة ان الفترة اللي فاتت حتى الحاجات اللي جات له على دماغه هو ما تعملش فيها بالشكل الامثل ليه النقطة مهمة جدا اللي احنا كلمنا فيها هو مش جاهز هو مش قادر يعني لسه التفاهم لسه ممكن حالة غربة بتهيلي برضو انك تخش يعني في نادي كبير زي النادي الاهلي انت جاي من قارة من قارة تانية حتى من افريقيا فبنتهي ممكن معرفتك بالاهلي او زهنية مكتملتش بالنسبة العنطني ممكن بس انت عندك العنصر الاساسي اللي هو بيخليك تقدر تفكر وتقدر تاخد القرار العامل البدني لو انت مش قوي او لو انت مش واقف على رجلك كويس هيأثر على زهنك فبالتالي لا هو مهم جدا ان هو هتلاقي وخلي بقليك الميزة الميزة على فكرة هنا في مصر كل اللعيبة الافوار اللي بتيجي بتدخل الجو الفرق بسرعة التعاملات مع المصريين سهلة فما فهاش مشكلة على كل احوال بتهائلي هيكون له دور مهم جدا مع الاهل السنة دي يجي بس ازاي ويجي بالبدني بتاعه اعتقد ويمكن اكتر اللعيبة زي ما قلت لكابتن ابو المجد في الفترة التوقف هتكون مفيدة اتناشر يوم بيفصلوا مباراة الاهلي والاسماعيلي عن مباراة سيمبة بداية في السوفر ليج خلينا اتكلمك عن الاسماعيلي السنادي فيرجن اهاب جلال اخباره ايه رؤيتك لسيناريو ماتش بكرة بس بعد الفصل الف مبروك لجماهين النادي الاهلي مرة تانية الف مبروك لأبطال النادي الاهلي احمد عادل عبد الرحمن طه كستيلو ديفيد ديفيد طبعا مدير الفني للنادي الاهلي التتويج بلقب بعد غياب سبع مواسم من 2016 غابة البطولة عن النادي الاهلي باستعدها مرة تانية في موسم 23 على حساب جي اس كي بطل الكونغو فيين على أرضه وفي ملعابه وسط جماهيره اللي كانت بتحيي أبطال النادي الاهلي من لحظات مبروك مرة تانية لجماهير النادي الاهلي مبروك لأبطال النادي الاهلي والجهاز الفني والإدارة النادي الاهلي بتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للهاندبول يمكن مرة تانية طبعا براحب بيك كابتن أبو المجد يوم وشك حلو علينا النهاردة تتويج ببطولة ولقب غالي ولقب مهم طبعا في بداية الموسم لأبطال كورتلياد بارك لك أنت شخصيا زي ما باركت الجماعة النادي الاهلي نبروك كنا بنقول قبل الفاصل لإسماعيلي برجن إهاب جلال عارف طبعا أن إسماعيلي تأثر برحيل عدد من الأسماء كانت مؤسرة في خطوطه التلاتة يمكن يمكن أبرزهم باهر المحمدي أعتقد راحل مصري الشامي كمان راحل يعني في كذا اسمه مهم في أحمد مدبولي برضو راحل عن درويش بتهالي الأسماء دي شوية صعبة على الإسماعيلي في ظروف كان بيعاني فيها المواسم الأخيرة تبقى مباراته يعني قدام الأهلي غير برى الحسابات تماما لكن خليني يتكلم معك كمان على شغل إهاب جلال مدير الفني واحد مدير الفنيين محترمين جدا لعب ماطشين في الدولي مباراة مكسب بتلاتة بونت مباراته الأخيرة كسب فيها الإسماعيلي تلاتة نقاط ومباراة الأول أعتقد كان خسر فيها قدام زد خسر قدام زد يعني شايف الإسماعيلي السنة دي ازاي يعني شايف الإسماعيلي للفترة دي أنا شايف أنه في استقرار فني وإداري عنده ممكن يبقى عنده طبعا مشاكل وعنده أمور متعلقة بالسنة اللي فاتت لكن أنا شايف أن الفترة دي معظم الناس أفل على الفرقة ويمكن لما جم يتعاقدوا مع مدير فني يتعاقدوا مع مدير فني كبير كابتن هاب جلال طبعا من المدربين الكبار في مصر فيمكن الأمور دي لما بتجيب لعيب في ظروف لما بتجيب سوريا لما بتجيب مدرب كبير في ظروف صعبة أنت بتحاول توسر للعيبة أن احنا لا بنحل وأن احنا هيبقى عندنا حلول وعندنا الفترة اللي جاية عايزين نحقق حاجة أو عايزين نرجع اسم النادي بشكل كبير يمكن من أهم الحاجات اللي مجلس ترى عملها الفترة اللي فاتت هتلاقي طبعا بنتابع احنا متكلم من كابتن أبو المجد طبعا فرحة أبطالنا ونجومنا طبعا نجوم نادي الأهلي فريق كورتلياد مصري هو أعتقد ظهر في الصورة طبعا احتفالا بدوري أبطال إفريقيا طبعا نسخة السادسة في تاريخ النادي الأهلي فبنتكلم في رغبة إن إحنا عايزين نعمل حايف في صدقة كمان في صدقة في اللعيبة فبالتالي راهان على اسم الفني كبير بالضبط خاصة رغم أنه الحقيقة يمكن السؤال الشارع الإسماعيل يعني الأوجاز إن أنا أتكلم عنه كابتن حمزة الجمل دايما بيجي في أوقات صعبة جدا مع الإسماعيلي ودايما ينجي بتحط موقف شبه معقد ومنتهي تلجأ الاسم حمزة الجمل يعمل حقيقة ما يشبه المعجزة من وجهة نظر خبراء الكورن ولي بيعملوا كابتن حمزة في التوقيت ده كان شبه مستحيل ورغم كده ما بيستمرش أو ما بياخدش الفرصة من بدايتها كامل التقدير طبعا لكابتن يااب جلال طبعا يعني أكيد طبعا بتبقى الأمور بالنسبة للناس شايفة أن الموضوع غريب جدا أن أنت بيبقى لك يعني بتجيب حد في توقيت صعب جدا والتوقيت دوت يعني بيبقى مراهنة عليه بتبقى صعبة وفيه ناس كتير ممكن ما تقبلش بالزبط وفيه ناس كتير جدا بالزبط تجايت تحطينا تحت المقصرة عبو الضح بالزبط لكن طبعا ده ما يقلش طبعا من كابتن حمزة الجمل طبعا من المدربين الكبر ويمكن هو من ولاد النادي فهو بالنسبة له يعني ما فيش مشكلة نوع يبقى متواجد في الفترات اللي هي الصعبة وأنا عارف أن معظم المدربين لما بتبقى الأندية بتاعتهم في احتياج ليهم ما بتأخره فهذه حاجة تحسب له لكن بدأت شخصية كابتن إهاب جلال تبدأ تظهر بشكل ملحوظ على الفرقة برضو يعني محقققين نتيجة كبيرة على نادي الاتحاد الماضي اللي فات تلتة واحد فيمكن دي ممكن تخلي تخلي الأمور في نادي الإسماعيلي فيها أريحية شوية أو يبقى عندهم ثقة أن هم يقدروا يكملوا بشكل كويس شايف إهاب جلال هيفكر في مواجهة كولر السندي لأهلي السندي يقدم وسيبك ملسكرات أنت لعبت أربع مطشاط جبت فيهم 14 هدف بتقريبا معدل 3.5 هدف في كل مباراة وده معدل عالي جدا في بداية الموسم وخصوصا أنك أنت لعبت منهم مطشين طبعا مع المصري بيتقال أنه أفضل مركاته السندي في الأندية المصرية مش عارف ودرب بالأربعة ثم مباراة أمبي في مطولة كاس دوافع فيها أكيد كانت موجودة عند أمبي مهما كانت الظروف والإمكانات كان فيه طموح أنه يلعب المباراة بمنتهى القوة حتى لو بيلعب الأهلي أملا في الوصول للمباراة النهائية وأملا في الوصول كمان للسوبر المصري فبالتاني المطشين دول رغم أنهما كانوا في منتها صعوبة الهجوم تسجيل أهداف بأشكال مختلفة فده بالتأكيد دخل في اعتبارات إهاب جلال أكيد طبعا أكيد طبعا هو أكيد يكون يعني أكيد الفترة الفاتت هو زاكر كويس ومحضر شايف زي ما قلت لك في بداية الحلقة أن النادي الأهلي مستوا الفترة دية أنه عنده ثقافة ما بزهقش اللعبة جوه الملعب بتشتغل وتتحرك بتحاول توجد حلول فما فيش استعجل زي فيه فترات من الفترات النادي الأهلي كان فيه وقت بتلاقيه أول ما بيجي يستحل شوية ومستعجل على الجول تلاقيه بيروح عامل مثلا كار طويلة أو النواب ومستعجل المكسب فكانت الأمور دي بتأثر بشكل كبير جدا لكن أنا شايف الفترة دية الموضوع مختلف كابتن هاب جلال أكيد بيفكر هو إزاي يقدر يقلل الحلول اللي عنده نادي الأهلي نادي الأهلي عنده حلول كتيرة جدا في الجزء الأمامي إزاي يقدر يشتغل عليه وإزاي يقدر يقفل بشكل كويس عشان لو الموضوع ما 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 خاصة أن أنا أنا شايف نادي الإسماعيل عنده مشكلة في في الدفاع عنده أصدر خطورة الإسماعيلي من وجهة نظرك في المية والثمانين دي اللي لعبوها أو اللي ظهروا فيها والله أنا شايف أن عبد الرحمن مجدي عمل عمل مباراتين كويسين حتى مبارات بتاعة برامد بتاعة زد كان عمل مباراتين كويسين شايف براماتين أصدر 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 عنصر مهم جدا في الإسماعيلي بيشاكل لهم مصدر خطورة عنده سرعات وبيقدر يلعب على الجول ويمكن من اللعيبة اللي أنا بتفرج عليه بشوفها كل مرة بيمسك فيها كورة هو عايز يلعب لقدام وعايز يروع على الجول فيمكن دي عنصر الخطورة عند نادي الإسماعيلي في الحتة اللي قدام مستغلينا بشكل كويس ويمكن زي قلت لك يمكن يا أنا أكترهم هو اللي بيحاول يعني يعمل الفارق وعلى طول بيشتغل على الجول صحيح قبل ما روح لنا بكرة ورؤيتك لمطش بكرة خلينا أقول لكم أنه كابت الخطيب يهنق لعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري بالبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للعبي الأهلي لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي اقتتمت فعالياتها بالكنغ قبل قليل وأشاد بالأداء المتميز للعبين وروحهم العالية طوال المشوار البطولة وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللعبون وجهازهم الفني واستحقوا اللقب عن جدارة بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات مشيرا إلى أن هذا التتويج والذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحملهم مسؤولية أكبر تجاه نديهم وجمهيرهم والوفية التي تستحق أن يبذل أو أن يبذل الجميع يده أبطال يد أبطال إفريقيا اللي فرحونا النهاردة فرحوا جماهير النادي الأهلي بالفوز وإضافة لقب جديد وبطولة جديدة بطولة قرية جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي مبروك مرة تانية لكل الأهلوية إدارة جهاز فني لعبين وبالتأكيد كماهير النادي الأهلي بكرة سريعا جدا مين بكرة استحق التواجد الأساسي أو مين شايف أن وجوده أساسي في الملعب بكرة فرصة مهمة جدا إما للظهور أو للسعادة المستوى أو للتجهيز لمباراة ومشوار الدولة الأفريقية يعلمت هلل القول اللي عايبة لفترة اللي فاتت شاركت بصفة يعني بصفة كبيرة هتلاقي عندك الناس اللي هي شغالة بصفة مستمرة هتلاقي إذا كان محمد هاني أو عبد المنعيم أو ياسر إبراهيم كان رامي ربيعة شارك في مبارا أنا شايف الناس اللي هي تبقى موجودة بكرة يبقى محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعيم معلول ممكن يبقى أسشحات وديانج وممكن نشوف بكرة ريدة سليم موجود من البداية برضو ممكن قفشة ممكن يبدأ من البداية قفشة يعمل مباراة الفترة اللي فاتت أداء هايل ويمكن شكلهم طبعا طول عمرين ربما استمتع بمباطش الأهلي والإسماعيلي واحد من أهم دربيات الكرة المصرية نتمنى بمكرة يكون مباراة كرة حلوة دي نمر واحد نتمنى نمر اثنين والأهلي يفوز طبعا ويحق العلامة الكاملة فيه مطشاته في الدوري والأهم هي رسالة طمقانة الجماهير وإن شاء الله قبل ما نروح للمنافسة الأصعب في الموسم الحالي بطولة الأفروليج أو الأفريكالليج في مسختها الأولى بشكر كابتن أبو المجد مصطفى على وجوده معنا نورتنا كابتن أبو المجد وإن شاء الله تكونوا موجود معنا قريب بسمتع بيك ونسعد بوجودك معنا في السادسة بشكركم على المتابعة نتقابل إن شاء الله بعد المصر بقى حلقة السادسة اللي جاي يوم لاثنين تحياتي لكم